موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الطموح وحب السلطة فارق دقيق بينهما في فترة ماضية ولأسباب سياسية وتربوية وعادات وتقاليل كان الواحد منا أو من أطفالنا وشبابنا إذا أراد أن يظهر في أمر ما يقدم شيئا من موهبته يقدم شيئا من قدرته ترى الجمعة من حوله يحطمونه أو يقيدونه ويقولون له إياك حب الظهور قسام الظهور حب الظهور قسام الظهور البدء في الجواب عن هذا الأمر يبدأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله من هذا الحديث أيها الإخوة كان الفقه في الماضي يقولون لك نحن بحاجة إلى الطبيب المسلم الحاذق كما نحن بحاجة إلى العالم الشرعي المتبحر كما نحن بحاجة إلى المهندس التقي الواعي هذا الأمر أيها الإخوة جعل طموح أبنائنا في حقيقتهم أن يكون طبيبا مسلما جعل طموح الأعلى عندهم أن يكون محاضرا في الجامعة وهنا أيها الإخوة إذا كان الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله الطبيب المسلم الحاذق هل هو أكثر نفعا أم مدير المشفى المسلم الحاذق لا شك أن طبيب المشفى مدير المشفى لماذا لأن نفعه إلى كل من حوله في المشفى وبالتالي تعدى فكيف إذا كان مديرا للصحة في بلده لابد أن يكون نفعه أعظم فكيف إذا كان وزيرا للصحة هنا أيها الإخوة هذا الفارق هذا الفارق يجب أن يكون دقيقا إذا كان المسلم قد أخذ بأدوات التمكين عند ذلك لا مانع أبدا أن يصل إلى أعلى المناصب لكن المشكلة أن لا يكون كفأا فيتزاحم على السلطة ويتقاتل من أجل أن يأخذ كرسيا وهو ليس له أهل السلطة أيها الإخوة مرض قتل الكثيرين لكن حب الطموح هو أمر قال الله لنا فيه وأمرت لأن أكون أول المسلمين يجب على كل مسلم أن يفكر كيف يكون أول المسلمين عشرة آلاف طبيب حازق موجودون في أمريكا كيف هو وزنهم اليوم هل يوازي عشرة أو ثلاثة آلاف أو ألف طبيب يهودي موجودين في أمريكا لا فاليهود في أمريكا يتكتلون مع بعضهم يرون الرؤية السياسية يعملون من أجل خططهم من أجل بلدهم من أجل طموحاتهم وهنا إذا أراد الطبيب أن يكون وزيرا أو أراد العالم أن يكون وزيرا أو أراد المهندس أن يكون وزيرا لا بد له من ثلاثة أمور أن يكون أول الأمر في طموحاته قوي في تخصصه قوي في تخصصه حتى يكون ناجحا متقنا لعمله كأن الله سبحانه وتعالى سيسأله ليسأل الصادقين عن صدقهم يقولون عنك كنت طبيبا فهل أنت طبيب حازق يقولون عنك كنت مهندس فهل أنت مهندس حازق كنت حقوقي فالتخصص أولا ثم الأمر الآخر كيف يدير مشفا أو يدير وزارة وهو لا يعلم فنون الإدارة أو إدارة الأعمال ولا يخضع لمثل هذه الأمور الدورات وغيرها من الشهادات التي تؤهله أن يكون طموحا أما الأمر الآخر وهو الأهم أيها الإخوة إذا أراد الإنسان أن يأخذ هذا المسار فلابد أن يعلم ألف باء السياسة لا أن يكون بعيدا عنها هب أن بلدا مثل تركيا عندها آلاف العلماء والمهندسين والأطباء والمتخصصين من شهادات العليا من البروفيسور وغيرها كلهم مسلمون وحاذقون إذا كانوا لا يتقنون فن الإدارة فهل هذا سينفعهم؟ إذا كانوا لا يتقنون فن الانتخابات وكيف يصلون إلى تحقيق طموحاتهم وحلمهم دون نزاع ودون قتال إذن أيها المسلم لابد أن تكون طموحا لكن بأدوات يجب أن تكون أهلا لها قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ماذا فعل سيدنا يوسف؟ نفع الله به العبادة والبلاد نفع الله به أهل الإيمان وأهل الكفر لا يوجد مشكلة في أن تكون أنت إنسان طموح وتحقق للأمة لكن المشكلة أن لا تكون أهلا لكن عند التنازع دع الأمر لله اجتهد واتعب على نفسك واخذ أن تكون أنت أهلا للصدارة وبعد ذلك دع الناس ومن حولك يقدمونك للخير يقول الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله عبارة جميلة رائعة يقولون لا تستعجل القيادة يقول لا تستعجل القيادة فإن كنت أهلا لها فسوف يقدمك قومك وإن كنت غير ذلك فلا تستعجل فضيحتك لا تستعجل فضيحتك دع الأمر لله بعد أن تأخذ بكامل الأسباب لكن اهتم بإدارة الأعمال واهتم بعلوم السياسية حتى تنفع المسلمين أكثر وأكثر هذا لا يخص جماعة ملتزمة أو غير ملتزمة ففي الإسلام عندنا طبيب حاذق يخدم الإسلام يخدم المسلمين ويخدم الناس إن كان مسيحيا هو خير من طبيب مسلم ليس بحاذق ليست القضية التحذب لكن القضية أن تخدم دينك بوعي وعندما يغيب عنك هذه الرؤية السياسية فكل أعمالك هذه ستذهب السدن ولن يهتم أحد لا بدينك ولا بإسلامك ويرحم الله نجم الدين أربكان القائد التركي عندما قال المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة سيحكمهم سياسيون لا يهتمون بالإسلام فهذا الطموح هو طلب لكن لجب على النفس أن لا تشرئب له ولا تبحث من أجل السلطة وحب الظهور عند ذلك حب الظهور قسام الظهور وصلى الله عليه وسلم ومحمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر